محبة الأعداء وهذا التعليم أحبائي موجود في العهدين في العهد القديم وفي العهد الجديد تحب الرب إلهك مثل نفسك تحب قريبك كنفسك لكن شو المشكلة؟ يعني الرب يسوع قال سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغد عدوك لأنه صار اليهود أو الكتبة يبدأ يحلله طيب تحب قريبك ومن هو قريب يمكن بس يكون أخوي فإذن الغير يهودي ما هواش قريب هو أممه فإذن أبغد عدوي لا أكن له نفس هذه المحبة المحبة هي من الله المحبة اللي بيتكلم عنها المسيح هي المحبة الخارقة هذه المحبة المنتصرة هذه المحبة التي تقدم ولا تحجم هذه المحبة هي المحبة الإلهية هذه المحبة الغير محدودة هذه المحبة الغير مشروطة هذه المحبة الأزلية الأبدية كما قال محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة هذه المحبة اللي أحبنا فيها قبل تأسيس العالم هذه المحبة اللي بيتكلم عنها لأنه هكذا أحب الله العالم هكذا يعني ما فيش تعبير أو لغة ممكن تفهم عمق وبعد هذه المحبة ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا هذا النوع من المحبة اللي بيتكلم عنه استحالة أنه أي إنسان يمارس المحبة بقدرته الزاتية لكنه يحتاج القدرة والمعونة الإلهية لكي يحب مش بس يحب الناس يحب الأعداء بكلمات ببسطة عشان تحب عدوك لازم تكون مولود من الله عندك طبيعة إلهية وصرنا شركاء الطبيعة الإلهية حتى تستوعب وتقدر وتمارس هذا النوع من المحبة ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل اشتركوا في القناة